موسيقى 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 السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوالين ان شاء الله وصفة اليوم هي واحد فطيرة كتتوجد في واحد الوقت وهو جينس سهلة وكتبغي في المقلات بدون فرم واحد الحشوة اللي لديدة واقتصادية بحجم عائلي كتجي رائعة وخفيفة وما كتجيش طبقة دي العجين غليدة بالسف يعني كتجي طبقة اللي هي رقيقة نتمنى انكم تجربوها وتنوعوا بها في الموائد الرمدانية ديلكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للعجين غنحتاجوا جوج دي الكؤوس دي العنبة مع مرنج دي الساميد الناعم او الفينو اللي هي ميتين غرام كنضيفو لها نص كاس دي الدقيق الابيض تقريبا واحد لخمسين غرام يعني في المجموع ميتين وخمسين كنضيفو لها جوج معالق كبار دي الحليب المجفف ملعقة صغيرة مملوئة دي الخميرة دي الفورية دي الخبز نضيفو لها شوية دي السانيدة او لشوية العسل كنضيفوه جوج معالق كبار دي الزيت المائدة او لزيت الزيتون او للزبدة كي يبقى لكم الاختيار كنضيفو الحليب الدافئ كنضيفو غير واحد شوية وكنخليو شوية ديك الخميرة تتفاعل تقريبا واحد ثلاثة احت الاربعات دقايق من بعد كنضيفوه نص الملعقة دي الملحة كنغطيها غير باش ما تكونش مع الخميرة وكنا نبدأ نعجن ممكن تضيفو هذه المرحلة غير بيديكم بما انه الكيمية قليلة دي الدقيق ممكن انكم تعجنوها بسهولة بيديكم غير هو كتضيفو الحليب غير شوية بشوية لان الحليب كي يبقى على حسب كل دقيق والقدرة الانتصاص اللي كتكون فيه انا تقريبا نضيفوه هنا واحدة المية وستين حتى المية وسبعين ميليليتر دي الحليب في الاخير اخذكم تحصلوا على هاد العجين يكون بحلكة مطاطي ولكن ما كيتلسقش في اليدين خليوها تعجن مزيان حتى تولي لكم ملساء يعني ما تبقاش تبعين ذاك الحوبيبات دي السميد الناعي كيف ما كتلاحظوه ما كتلسقش في اليدين ولكن كتبقى رطبة انا احتفظو بها في الاناء نغطيوها بالفيلم بلاستيكي ونغطيوها بواحد المندين ونخليوها تخمر تقريبا واحد الساعة او لا غير تشوفوها تضاع في الحجم انا بالنسبة لي باش كنصرع الخميرة كنديرها في واحد الفران اللي هو مطفي غيدة في شوية وتنخليها ضغية كتخمر ليا بالنسبة للحوش والاقتراح اللي غنعطيكم انا في واحد المقلاء سوف نديرو شوية ذيل زيت الزيت الزيتون زيت البلدية نضيفو لها واحد البصلة شوية متوسطة تكون مشلدة رقيقة او كنبقاو نطيبوها حتى كتولي شفافة نضيفو لها شوية دي الملحة شوية دي الإبزار بودرة دي التو او كنبداو نحركو ممكن انكم تضيفو الهريسة كيبقا داك شي حسب الاختيار غير كدبالينا هدي كل البصلة مزيين كنزيدو لها نص فلفلة حمرة ونص فلفلة خضرة يكونوا مشويين انا شويتو فوق البوطة وقشرتهم قطعتهم مربعات صغيرة كيتعجبنين ضيف الفلفلة مشوية كتعطي واحد الطعم زوين الحوشوات دينا كنضيفو واحد الجزارة متوسطة تكون محكوكة سفيك نحركوها وكنخليوها حتى كدبالينا ديك الجزار وكنضيفو هنا شوية دي الزيتون اخضر مقطع كنضيف انا ذاك الزيتون دي العلب وواحد العلبة ديال الطون تكون صغيرة غير اختارو الطون يكون من نوعية جيدة انا هنا اختاريت انا كنستعمل هذا الطون ديال جولي وفي الاخير كنضيفو الجبن المنسم بالتوم والاعشاب كنضيفو واحد المعلقة كبيرة النوع اللي بغيتو او الماركة اللي بغيتو اللي متوفرة عندكم الى مكانش ممكن تضيفو الجبن متلاتات او لا مربعات سافيك نطفو عليها وكنخليوه تبريد تماما عد كنستعملوها انا هنا اختاريت المقلات ديال ليك خاب بك تكونش عالية من الجناب والقطر ديالها 26 سنتيمتر باش نطيب الفاطيرة ديالي من الي كيخمل لنا العجين وكيتضاعف الحجم ديالو نحيدوه من البول وكنديغازيوه نحيدو من ذاك الهواء او للغازات اللي كينين فيه كنقسموه العجين القسمين متساويين كنحتفضو بواحد كنغطيوه بالفلم اني موطاق باش مينش فشلينا والاخر كننبسطوه على القطر ديال المقلات ديالنا مهم ما يكون شغليه ديكون رقيق كيف ما كتشوفو فالصور استعلوه بشوية ديال دقيقي لكم باك يلسق ليكم سافيو كتتغلفو به المقلات وكتحاولو تخرجوه من الجنواني بديال المقلات كنعمروه بالحشوة اللي تكون باردة مزيان وكنحاولو نبسطوها بواحد الملعقة حتى نوزعوها على القطر ديال المقلات كاملة المهم العجين ضروري يكون خارج لنا من الجوانب شوية غير شوية خارج من الجوانب ديال المقلات باش نقدرون سوديوه مع العجين التاني اللي غنغطيو به الفطيرة كنناخدو القسم التاني ديال العجين وكنديرو نفس طريقة يعني كنبسطوه على قطر يكون قد القطر ديال المقلات ديالنا وكنحاولو كذكت لكم اننا ننرققو العجين كنناخدو المقلات وكندهنو الجوانب ديال العجين الاول بشوية ديال ما كنبلولو غير بشوية ديال ما باش انهو يلسق لنا العجين الاخر اللي غادي نغلفو به الفطيرة وميتحلشينا في الطياب نحاولو نحطوه غير بشوية ويكون ملامس العجين التاني كنحاولو نسوديوهم ونخرجوهم على المقلات من الجوانب كنحاولو نتبتوهم زيان الجوانب كنحاولو نتبتوهم ضروري حانتي لما تبتوهم مش مزيان غايت تحلو لكم فاش يكونوا كي طيبو نتأكدو ان العجين ديال التحت والفوق بجوجهم ملاصقين مع بعضياتهم وكنحاولو نتبتوهم زيان وكندوزو الرولو او للمدلك في الجوانب باش نقطعو الزوائد ديال العجين نتبتو هنا من بعد ما حينا للزوائد ديال العجين ديال العجين ممكن نديرو فيه خبيزة صغيرة لتعمروها بالفخوماج او للمهمة تطيعوهاش وكنتقبو ديال عجين ديالنا بالعدخشب يكون رقيق وكنديروها فوق البوتاططيب نختارو العين ديال البوتاطط كون شي شوية كبيرة باش تعطينا العافية متساوية على على الفطيرة كلها ولكن تنقصو عليها وتردو لها البال تقريبا واحد العشرة دقيق من كل جهة كنقلبوها باستعانة بشي تبصيل او لشي مهم شي حاجة لتكون دائريا وكننقلبوها على الجهة الاخرى ونخليوها الطيبة حتى تتحمر من بعد ما طابت هذا الشكل ديالها قد تجي مهمرة وتجي مهمرة من الجوانب انا حمرتها مزيان باش تنتأكد انها طيبة وكنتزينها هدا كي بقى اختياري ممكن تزينوها بالجبن مبشور من الفوق وهي سخونة باش يدوب فيها اولا اضلت هنا شرائح جبن السندويتش قطعتهم بواحد القطاعة على شكل ورده وحتى تفوق منها الكورنيشان ممكن تديرو حتى ريتوما سيغيز كي بقى لكم الاختيار باش ما تبقاش عادية انا هنا انا قطع معاكم واحد الطرف باش تشوفو كيفاش تجي من الداخل كجي سراحة زوينة وكان بدلو بها والاكيد انها كتجي سهلة ضغية كتوجد يعني يالله الوقت ديال الخميرة اللول هو اللي كي ياخد لنا اما من بعد يعني ما كتخليوهاش تخمر مرات تانية ضغية ضغية كتوجد وكتجي زوينة وما فيهاش العجين بزف كيف تلاحظوا الطبقة ديال العجين كتكون رقيقة ومتقبة هشيشة وارطبة بالنسبة للحشوة ممكن انكم تحتفظوا بنفس الحشوة غير وتعوضوا الطون بالكفتة اللي تتكون فيها العطرية او لا بقطع الدجاج كي بقى لكم الاختيار نتمنى انكم تشاركوا معي هاد الوصفة اللي وجدتوا في الانستغرام ديالي باش نشاركها مع الصديقات والاصدقاء شكرا على التتبع ديالكم خليولي تعاليق ديالكم اللي كتشجعني اكتر الى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة